يقول زوجتي ترفض الركوب معي في سيارتي بحجة أني اشتريتها بأموال الربا انساج فهل يجوز لها أن لا تركب معي مشي ولا هي يجوز لا ما تركبش معاك وإلا أنت يجوز لك تشري السيارة بالربا فهمت قبل ما تخصي على أمرتك وإلي جوز لا ما تركبش معاك يوجع ابن انتاو إلا صح شريتها بالربا إذا انت شريت سيارة بالربا مرتك على حق وبارك الله فيها وربي ينصرها وربي يرضى عليها وأسأل الله أن يعزها كما عزت الدين تاو ويحشرها مع أهل لا إله إلا الله ويدخلها جنة أهل لا إله إلا الله يا زوجتي ما تحبش تركب معايا خاطش سيارتين من الربا وأنت سيارتك من الربا يجوز لك يجوز لك نبدأ بك أنت قولنا أنت إذا شريتها من الربا زوجتك على حق ما تركبش في الربا وعلى الربا لا يجوز وأكله فقط أما لا يجوز تلبس الربا ويجوز سافر بدرهم الربا ويجوز شيء سيارة بالربا ومسكن الربا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم زوجتك على حق اسمع إلى قول الله جل جلاله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا وهنا كلمة يأكلون حكم الغالب لأن الغالب على الإنسان أنه يحب يأكل يدخل فيها يلبسون يدخل فيها يركبون يدخل فيها يسافرون فهمتها ليس يأكلون ويشربون ويشربون مشروبات بالربا حرم عليه القرآن يشير إلى يأكلون يعني إلى أهم ما يحبه الإنسان وهو الأكل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا سمعت وأحل الله البيع وحرم الربا إحنا البنوك تنى البنوك الجزائرية تمشي عكس القرآن تمشي عكس القرآن القرآن واش قال وأحل الله البيع أما للبنوك الجزائرية حرموا البيع البنكة مجوزة تبيعوا شيء حرموا عليها البيع وحرم الربا البنوك الجزائرية أباحوا الربا فهمت كيف وأحل الله البيع حرموها وحرم الربا أباحوها حسبنا الله ونعم الوكيل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس على ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلهما السلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات يمحق الله الربا ويربي الصدقات أحبسه هنا أحبس أسمعه مليع دخلها في رأسك يمحق الله الربا يمحق ما شي يسحق يمحق عباك شنو يمحق شفت فلفل لكحل ندرسه 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 حتى يوليش غلار مل ومبعدا زيدون الحيوة يمحق يعني يدمر الربا والمرابي وكل حاجة عندها علاقة بالربا يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذعوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين سمعت ربي خاطبنا بوصف الإيمان وإلى راكم ممنين حبسوا الربا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واذلوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين اسمع إلى قول الله جل جلاله فإن لم تفعلوا إذا ما توقفتش عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا إله إلى الله تقدروا لهذه فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط ما كاش هذيك فاصل فاصل يقول لك واش عليه واحد في المئة واش قال ربي فلكم رؤوس أموالكم عشرين دور زيادة ريبة عشرين دور زيادة ريبة أو كان عندنا وحد الوزير فيلسوف مسكين كان يقول لك أقل من ستة في المئة تجوز فوق ستة في المئة ريبة مين جبتها مين جبتها اسمع إلى القرآن وهو يحدد أن الإنسان ليس له إلا رأس المال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون لا حول ولا قوة إلا بالله يا أيها الذين آمنوا اسمع إلى القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا ربا أضعافا مضاعفا واتقوا الله لعلكم تفلحون لا حول ولا قوة إلا بالله ما لا رأك سمعت يا أخي الزوجة انتاعك على حق وعندها الحق ما تطلعش معك في السيارة انتاعك وهذه زوجة لازم تحافظ عليها الزوجة هذه ما يش حب الحرام أي خايف عليك من الحرام لو كان وحد أخرى لما يهمها لا حلل ولا حرام يا وطرح فرحانة راجليش را طنوبيل راجليش را سيارة راجلي جابنا كات كات ما يهمهاش حلل أو حرام بمثل هذه الزوجات ليربي أو يرحم هذه الأمة وريد صبشتا الحمد لله يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته